ما أجمل أن يجتمع الإخوة معاً فكيف لو اجتمعوا حول الأب والراعي الذي حضر مستفقداً وحاضناً في زيارة رعوية هي الأولى له في مسقط واحتفالاً بالمناسبة التي كانت بمثابة عرص نظمت رعية كنيسة القدسين كوستانتين وهيلاني للروم الأرثوذوكس مأدوبة غداء على شرف المتروبوليت غطاس هزيم مطران بغداد الكويت وتوابعهما للروم الأرثوذوكس الغداء الذي أقيم في فندق كراون بلازا في مسقط حضره إلى جانب المتروبوليت هزيم الأرشمندريد ديمتريوس منصور والأب ميشيل عجرم وكل من سعادة السفير اللبناني حسام دياب وسعادة السفير الأردني السيد زهير عبدالنسور وعقيلته سعادة السفير السوري السيد فاروق قدور وعقيلته وسعادة السفير الفلسطيني الدكتور أحمد رمضان وعقيلته إضافة إلى رجل الأعمال السيد سيمون كرم ومدير عام بانك بيروت السيد ريميزا باركجي وأبناء الرعية بالكرامة الكهنوتية المعطات له وبروح الامتنان للرعاية والاحترام والأمان العماني ممثلا بجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم افتتح الأب ميشيل كلمته مراحبا بالحضور الرسمي والرعوي وعلى رأسهم سيادة المطران قبل أن يتحدث عن حرية ممارسة الشعائر في سلطنة عمان ليختصر من بعدها واقع الرعية ويعبر عن مدى سعادتها بقدوم سيادته نحن هنا في سلطنة عمان ننعم بالحرية والاحترام والأمان وهذا ليس بغريب على بلد يبث روح التسامح الديني والانفتاح على الآخر نحن رعية متواضعة العدد قوية العزيم والرجاء تضم نحو سبعين عائلة أرثوذكسية تفتح زراعيها لكل الناطقين بلغة الضاد من مسيحي المشرق نحرص على تقديم التعليم الديني للصغار كي تبقى شعلة الإيمان ملتهبة أما المتران هزيم وفي كلمته التي شكر فيها السلطنة وقيادتها الحكيمة وشعبها المضياف رحب بدوره بالحضور قبل أن يلقي الضوء على حضارة العنف التي نعيشها في الشرق واصفا إياها ببرج بابل متوجها للرعية في كلمته أوضح المتران هزيم دور الكنيسة في نشر السلام وخلاص العالم قبل أن يتحدث عن كنيسة انطاقيا ورؤيتها في العيش المشترك مؤكدا على صدق عروبة مسيحيها وعلى أصول المسيح المشرقية مشيرا إلى استمرار الكنيسة الأرثوذوكسية في إصرارها على خلق صيغة للتعايش مع المسلمين بسلام ما أحوجنا اليوم مع هذه الحضارة التي تذكرني ببرج بابل إنها حضارة تبنى بالغطرسة والضغط على البشرية حضارة يمزقها التدمير الذاتي لأنها مبنية على الأنى لذلك تمارس العنف بكافة أنواعه الجسدي النفسي البيئي الاقتصادي السياسي الاجتماعي الإعلامي وما إلى ذلك إنه عنف غير مسبوق في التاريخ سواء على المستوى الفردي أو الجماعي إننا محكومون بالتقنيات وثقافة المال والإعلام التي تترافق كذلك مع العنف والظلم الظاهر والظلم القاهر والخطاب الأصولي هو سلاح الفقراء للأسف فإننا بهذه الغطرسة رأس أنانيتنا نجمل ضريحنا كالشاهد الموضوع على قبرنا حدث هو أشبه بعرس رعوي لأبناء فرقتهم الغربة عن أوطانهم فاجتمعوا مع بعضهم البعض باسم الرب يسوع والتموا حول رعيهم ضمن سلطنة فتحت أبوابها لهم وأشكلت باحتضانها لهم وطنا ثانيا وفي حين تعجز عين الضيف عن الوصف تبقى كلمات أهل البيت خير إثبات أما عن هالحدث اللي نحن فيه هذا ليس حدث هذا عرص هذا حدث فوق العادي وجود سيدنا الله يبيرك تكريسه كمطران هذا شيء يرفع رأسنا مبسوطين اليوم بزيارة المتروبوليت جمع كل اللبنانية فيها خاصة أنه ترك ابتسامع وجوه الكل وهذا شيء كنا نحن نلاحظه من قبل بالفعل فمتمنعوا العمر الطويل ومتأمل زيارته مرة تانية على سلطنة عمان كمان أول شيء نحن بتعرفين موجودين بسلطنة عمان ببلد مضيف وكطائفة أورتودوكسية عنا الحرية المارس شعارنا بكل المناسبات بس كنا بحاجة للبي اللي بيحضرنا وبيوجهنا وصلنا فترة مثل ما بتعرفوا كان سيدنا قسطنطين موجود قبل وكانت بآخر فترة همتوا ما بتساعد ويكون البي اللي ماسك الرعية ببعض الأوقات وهلأ بوجود سيدنا غطاس وزيارته المجيدة إذا فينا نقول لعمان مبدئيا بتحس الرعية ككل رجعة أخذة روح وخصوصا بالطريقة اللي استقبل فيها من قبل الوزارة ومن قبل الدولة ككل هون وإن شاء الله مع الوقت بصير في عنا الكنيسة اللي مصلي فيها لأنا وحدنا الرعية بتزدهر أكثر